موسيقى أكيد مرأت بمراحل عديدة قبل ما توصل لهون واليوم تكون عم تركز على نوع معين من الرسم رح نشوف شوي بعض اللوحات من معرض وينكس اليوم أنت بأي مرحلة؟ هلأ مرحلة صرت أنا أساساً بلشت مثل ما قلت بلشت رسم أنا وكتير صغير هلأ بمرحلة بفدت على الادفورتايزن كنت أنا كرياتيف ديركتور بالادفورتايزن يعني اللي هي أكتر شي شغلتها تطلعي بأفكار وتلوني الأفكار ويعني كيف تطوريهم كيف تعمل كامبينز هلأ بمرحلة معينة لقيت أنه طولت بالادفورتايزن حبيت أتخصص لأنه أساساً كنت أرسوم يعني قبل ما فوضت الادفورتايزن كنت أرسم ولو هلأ فدت بالبينتينج 100% وأنا يعني عندي أسلوبين بالبينتوري اللي هي الأبستركت والفيجوراتيف يعني الأبستركت التجريدي بالعربي والفيجوراتيف اللي بيتسمى تشخيصي يعني اللي أساسه هو الناس أو الكاركتير ايه تشخيصي يعني فيه شخص فيه أشخاص وعادة التشخيصي بيبقوا فيه كونسبت فيه فكرة وأنا الطريقة اللي بيشتغلها فيهم يعني الفيجوراتيف هي متل نوع بيسموه جوين دو دوتس يعني كيف نحنا وصغار يبقى فيه ورقة فيه نقط متلقش عايشي بتجمع النقطة عنه بتلقي الفكرة شوي هالأسلوب يلي أنا أخذه تقريباً عيام الأدفورتايزنج لأنه عطول بديك تخلي محل فراغ بالفكرة لحتى تدعي اللي عم بيشوف الفكرة يكملها براسه وهات تكملي براسه بسموه تراجي منطال يعني بفوت فيها بتصير متش مور انتريستنج لقلو بصير عامل جذب يعني حتى هو يشغل خلينا نشوف بعض اللوحات ونحكي عنهم كمان نشوف شو هو الستايليا اللي متتبعه هلأ هيدا أكريليك هيدا أكريليك هون عمشوف لايرز بالأكريليك لايرز وكيف لديك وطريقة يعني مثل مش تؤيرودت هيك ديكاية يعني بيبين معطق شوي يبين فيه افيات وهي هيدا اسمه فينيكس لاندي يعني بتشوف طيور الفينيكس طايرين من الأرزي من الأرزي سو مثل نحن نحن نتجنرات اسو بدك فينيكس لأنه بلد كذا مرة صار فيه بس عم يكلوا من الأرزي هم يتعب هم يتعب من الأرزي عم تناص عم تناص الأرزي عم تتعب كمانا منتابع مع بعض اللوحات التانية وهون كمانا في فكرة من وراء هيدا هيدا إذا بدك هيدا اللوحة هي أساس المعرض من ناحية الكونسبت هيدا اللوحة اسمه is life again هالحياة لعبة تلاقي فيه ولد عم يتساعل عم يتطلع باللعبة وفيه من وراء مثل مفتاح مفتاح ميكانيك هيدا انالوجي للحياة أنه مثل الواحد هو صغير يعني بدو يمشي بطريق معين بالحياة هلأ في عنده طلوع وعنده نزول يعني طلوع شو بارفني إذا هو زكي بفلتي من هو صغير بضل طالع صغير عنده مشاكل أهله ما بعرف اللي هو بينزل بيطلع وبينزل بطلع وبينزل بها الحياة لحتى في محل هوني مارف زرع نقشقه بيكون في مثل في إيقان دي بلوم يعني بياخد الشهادة بغير لوحة لا لا هي ازاي تلاحظي نقطة حمراء هيك هيدا تيوص الله تيوص الله بعدين طلوع ونزول وهلأ طلوع ونزول بيتجواز طلوع ونزول طلوع ونزول ونزول بيرجع كمان بيجيب ولد بيرجع بيكبر بالعمر بيرجع بيكبر أكتر وإذا ما شوف آخر آخر يعني كارو من اللعبة بتلاقي فيه انتروجيشن مارك عليهم تستفهم أنه لوين بعدين هيدا هلا أكيد بين هالمحطات الواحد بيسافر وواحد بيومبسط وواحد بيزعل وواحد كذا بس هؤلاء المحطات الأساسية بالحياة لقيتون أنه في كتير كامن بوينتز مع لعبة لادر ونزول خلنا نتابع باللوحات اللوحة بتكون محضر لها قبل كلها سواء يعني بتكون مخطط لها وبتشتغلها ولا بتجي أتباعا اللوحات الكونسابتشوال يعني هولي تقريبا فيهم فكرة بكون مفكر فيها هلا أنا وعن بشتغلها بصير بطورها بش بلاقي لا وبصير تزيد بصير بزيد أو بنقص بس هون هيدا 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 واحد يعني كبير بالعمر زعلان كيف الوقت عم يهريه الناطر لا يطلع على العصفور طبع الساعة لها حتى يأوصل لأنه ما في غير طريقة الواحد يفش خلقه بالوقت غير هيدا لأنه الوقت ما حدا بيقدر يقومه هون رجعنا بالوقت عيام عيام الفليبر يعني كانت عندي شوية نوستالجيا على هيك أيام يعني على الأيام كانت بسيطة وحلوة وكول هون كمان شو قوله دايزون درن يعني بتشوفه دوليب البسيكلات ساعة وبتشوفه هو ذاته قاعد قدامه وبيبرون برجع بيكبر هل في تركيز على التعتيق أصلا بالشغل تعتيق والفكرة لأنه عم تحكي يعني الزور تعتيق يعني وقت كمان يعني الزمن عم يمره هون مثلا هون الألعاب القديمة أو الأشياء القديمة يعني مثل النقايفة مثل هذي الطرق طرق الشبار الشو اسمه كليك كلاك بينين مبسوطين أكتر بكتير من هلأ خالينا نتابع همهاك هاي صغبين هاي صغبين مستوحيد 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 مصغبين مئة بالمئة يعني ديما الواحد بيرجع على صور ما بيقدر ينسي هايتي كمان تايم عنه تلاحظي هايدي ايام الكوفيد رسمتها بتلاقي مثل الترادميل لانو كنتلاحظ قاعد بالبيت عم تكرج الايام يعني سورتها مثل عم يركض على الكالندر يعني على الرزنامة والايام عم تكرج من تحته كمان هون البيت اللبناني بس دايما في دفا باللون شو ما رسمت؟ في دفا وفي وينك هناك وينك بتلاحظي بالاخير غمزي باللبنان هذا التابلو اسمه ديك العنيد بتلاحظي المرة على اليمين إذا منكبر الصورة ببين عم تضربوا بلنكس الديك يلي ما بدوا ينزل سو عطول في هال المكس بين الغمزة وال هون كمان تسكير ايام المطبئية كنت شوفوا انا روح على المدرسة كانوا كتير روح على الموتوسكيلات معهم مطبئية مطبئية الفضية هايدي بقى تذكرته ورسمته أسرع الفليبر بحياتك كتير انت كنت حب الفليبر هايدي اسم اللوحة كمان Seriously Is life a game تكملي على هايديكي هايدي في أشخاص هني كمان رح يكونوا نوستالجيك وشوفوا بصورك هني هايدي هون هايدي ايام المطبئية يعني انه ما تاخد كتير الحياة بجدية بجدية هايدي كمان اللي كنا نشوفهم قبل بيع كعك ما بقى في منهم هايدي ويقطعوا بالقحية بصيروا يصرخوا فيها كتير كتير ألوان هون Unfortunately ما تبين شو اسموه التقنية هلأ وصلت عليها ولا هاي التقنية أصلا انت بتستعملها لكي التقنية تتطوري تتطوري مع التقنيات ما تستعمل وتلاقي لأ هايدي بتسوى لا هاي ما بتسوى بزيد بنقس بستعمل كتير يعني التأثير بيكون كمان بالماتيريال اللي عم تستعمليه او الشيقوله مثلا الوتي الشيقول العدي يعني مدال مثلا براش في واحدة حديد تستعملي فيها هالأمور يعني بتصير شوي شوي تتمشيهم مع بعضون بطريقة بيطلع عندك شي ما كنت قابل اشعة انه معقول يعطيها الافة إذا نوينكس كمانا يعني أكيد نس رح يشوفوه بالجميزة من تنظيم ريبيرس بيروت وكمانا مع دكتور توني كرامي اللي هو الكوريتر عم نشوفو هون سولو اكزيبيشن لسامير تماري أهلا وسهلا فيك مرحبا يعطيك ألف عافية أكيد يعني حلو أنه بعض الجمهور اللبناني بيقدر هيك أنواع فنون وبعضه بيكون على الموعد ياهلا وقفة هلأ ونرجع من تابقه لايف موسيقى اشتركوا في القناة